موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب طلاب الصف الثالث الثانوي النهاردة احنا بنتمنى لكم ان شاء الله تعالى مذاكرة موفقة وبنبدأ معكم يونت سيكس الوحدة رقم ستة يونت سيكس عشان ندخل موضوع في موضوعنا هو من اهم اليونتس اللي عندك في المنهج ليه؟ لانه بينايش موضوع في كتعة الريدنج مهم جدا الفوكابلوري بتاعه غاية في الاهمية وبينيش موضوع الجامل برضو مهمة تعالوا نبدأ كده مع بعض باسم اليونت ريتش فور زي ستارز من العادي او الطبيعي انك بتقف عند اسم يونت او اسم الوحدة بجتاع حضرتك يعني ساعد بيمر مرور الكرام ولكن يونت سيكس او لوحدة رقم ستة ريتش فور زي ستارز عايزين نركز فيها شوي ريتش فور زي ستارز لو انت بصيت في الاسم كويس هتلاقي ان عندنا ريتش معناه يصل الى بدون حرف جرد طول عمرنا بنتعلم كده صح؟ ريتش يصل الى بدون حرف جرد بتسويها ارايف ولكن ارايف بنقول ارايف اين مكان كبير مفتوح او ارايف اب مكان صغير مقفول اما الامسر ريتش فور زي ستارز اوعد ترجم ريتش فور زي ستارز الوصول للنجوم ابدا هتبقى انت خالفت كل اللي انت بتتعلمه طول عمرك ريتش يا فاندم لو معناها يصل الى ما يجيش بعدها حرف جرد اما ريتش فور ده حاجة تانية خالص ده فراسل فراب او فعل مرتبط بحرف جرد اسمه اسمه touch يبقى ريتش فور هنا معناها touch the stars وده بيعبر عن عن ان مفيش مستحيل يبقى نقدر اترجي مليونة باللا مستحيل او ريتش فور زي ستارز اوعى تقول الوصول للنجوم لان لو معناها يصل يبقى ما يجيش بعدها حرف جرد طيب تعالوا كده نشوف اهم عندي موقع يطلق او اطلاق يطلق او اطلاق يطلق حملة اعلانية يطلق امر صناعي يطلق شائعة مهمة الانسان بيقوم بيها يتكلف بيها وينفزها في شغله ليك يعني يتصرب او تسريب خلي بالك بقى ليك ممكن اقول لك معا كده في تسريب في خزان الوقود وممكن يكون كمان تسريب للاخبار تسريب للاخبار يبقى اي ليك تسريب او يسرب التمشي في الفضاء الاستروناطس اللي رواد الفضاء بيعملوها عشان يعملوا استكشاف الفضاء عندي كلمة مهمة جدا هي الوزن يزن او انعدام الوزن ركز اولي يزن الفعل اما الوزن نان اما منعدم الوزن او معناها انعدام الوزن اللي هو بيحصل في الفضاء اما لوحدها هي الصفة بتاعتنا منعدم الوزن فيه ممكن اقول لك الركيض منعدمة الوزن اللي الرياضة او الرياضات اللي بيمرسوها رواد الفضاء في استكشافهم للفضاء. عندي بلانت بلانت كوكب بلانت كوكب يطفو هنا احنا بنقول يطفو على وجه الماء او احنا بنستخدمها في اليونت ده يطفو في الفضاء كلمة من الكلمات المهمة جدا معناها ايه الذكرى السنوية وجاي طبعا المقطع اني اللي هو معناه سنة باللغة الفرنسية. مندوب او ممثل عن شركة عن دولة عن منظمة عن مؤسسة يبقى اسمه جميل. اما انعدام الجاذبية. انعدام الجاذبية اللي بتحصل في سبيس. طب كل كل رواد الفضاء اللي بيطلعوا الفضاء وبيعملوا بيكونوا خايفين من. سايد افكتس. سايد افكتس يعني الاثار الجانبية. سايد افكتس الاثار الجانبية. طب لازم يحصل لهم لازم يحصل لهم علاج. طبعا احنا بنتكلم عن الاسترونارات او رواد الفضاء. استرونارات يعني رائد فضاء. طيب او كلمة من الكلمات المهمة جدا في اليونت. طبعا هي مش كلمة مهمة في اليونت بس ده باست تشغل للعالم كله. اميونتي يعني المناعة. اميونتي معناها المناعة. طب المنسؤول عنها في جسم الانسان هو الجهاز المناعي مهمة اوي اوي اوي. طيب او وكالة الفضاء. دي اللي شركة او المؤسسة اللي بيتنظم لنا الاجازات اللي هنقضيها ان شاء الله مع بعض بعد كده في الفضاء. خلاص هنبطل نروح اسكندريا ومارسما تروح حنصيف في الفضاء. اي استكشاف. فهنا بقول استكشاف الفضاء. يعني حضرتك ان شاء الله. بعد ما هتقول لي بابا عايزين نحجز رحلة الغرداء السنة الجاية. هتحجز رحلة البلانت اللي انت عايزه. الكوكب اللي انت عايزه. او المجرة اللي انت محتاج بتقضي فيها الويكيند. طيب. يعني تدهور. التدهور. طبعا منها يتدهور. التقيم. حاجة من اللي بتحصل لك اثناء السفر لمسافة طويل لو انت بكونش متعود عليها. بس ركز بقى وانت رايح الفضاء عشان ما تعملش كده. الدوخة. اما هدك الصداعة. وخلي بالك اوه في هدك. هدك او احنا عندنا المقطع هد الرأس وايك ايك الم في الرأس او الصداعة. هيك ايك المقطع الوحده ايك? ده معناه الم او وجع. لو ضفته لأي جزء. في اجزاء جسم الانسان يبقى معناه الم او وجع في المكان ده. استمك المعدة. اما استمك ايك? الم في المعدة. توث السنة. توث ايك? الم في الاسنان. اوكي? فهدك هو الالم في الرأس اللي احنا بنسميه الصداعة. عفانا الله عفانا. النظام الشمسي غايف الاهمية. ده النظام اللي احنا موجودين فيه. خلايا الدم. وخلي بالك يعني خلية او زنزانة. طيب ممكن استخدام كمان معناها مدخرات. لما تكون حضرات نحوش حاجات كتير. يبقى انت عندك على طب على طب على طب. يستبدل. يحل وي كاونت التلاتة. معناها هم يعتمد على. يعتمد على يعني ديبان اون او كاونت او ريلاي اون. اما از بلاند. از بلاند يعني كما هو مخطط. يعني بتتصل بصديقة. احنا هنتقابل النهاردة كما هو مخطط. الجاذبية. الميزة اللي بتنيز كوكب الارض. اما زيرو هي انعدام الجاذبية. اللي بتبقى على او او اللي هي الكواكب الاخرى. يعني التعليم الالكتروني اللي احنا بنعمله دلوقتي ده. تماشيا مع سياسة الدولة التعليمية احنا بنحاول نساعدك على التعلم الالكتروني. ودي كانت اهم نقاط او الكلمات في يونت سيكس. علشان كده لازم حضرت تحفظهم وترجعهم كويس جدا جدا جدا. تابعونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل طلبنا الاعزاء مع اهم كلمات يونت سيفن. الوحدة رقم سبعة. او ملحمة فضاء. او ملحمة في الفضاء. هنا عندنا ساينس فكشن. ساينس فكشن. خيال علمي مهم جدا. وبيتم اختصارها احيانا لساي فاي. ساي فاي. يعني ساينس فكشن. يستشير. اما المستشار نفسه الشخصي اللي انت بتستشيره. اما يتعامل مع الكهرباء. اما شيء كهربي. اما الشخصي الكهربائي. اما الشخصي اللي بيعمل بالكهراء. سياسة. اما معناها سياسي. طيب علم السياسة. علم السياسة. وخلي بالك ياخد معين وبينتهي بس ولكن احنا عارفين في في الاسماء القابلة الجامعة والاسماء اللي غير قابلة للجامعة. ان بعض الاسماء عندي في اللغة الانجليزية بتنتيب زي ولكن هي مفرد او تعامل مع عاملة المفرون. مهمة جدا. علم الاثار. طيب عالم الاثار نفسه. الكيمياء. علم الكيمياء. اما الكيميست صيدلي. كيميست معناها صيدلي. فعل مهم جدا معناه. يعلن اعلان. طيب وخلي بالك بقى. فاوند هنا فعل. المصدر بتاع فاوند مش التصريف التاني من فايند يجد. هنا فاوند هي مصدر الفعل يؤسس. فاوند هنا معناها يؤسس. اما فاونديشن الاساس او التأسيس. خلي بالنا فاوند هنا تصريف التاني بتاعها فاوند تصريف التاني من فاوند فاوند تصريف التاني والتالت. اما فاونديشن معناها التأسيس او الاساس نفسه. اوكي. وكان لبقى لك ممكن استعدامها فاونديشن معناها مؤسسة كمان. اما هنا عندي مهم جدا او اسم مهم جدا. يعني تهديد. الفرب منه بقى ايوة. يهدد. اي بهددك. الطوارئ. اما معناها صناعي او اصطناعي. طب خلي بالنا عشان غالبا هتيجي مع الكلمة اللي تحتها يعني الزكائر الصناعي اللي بقى مهم جدا في العالم. وبينرمز له باي اي اي. يعني الذكاء الاصطناعي. البشرية سلبي عكسها ايجابي. الجانب المظلم او النقطة السيئة. اما تحذير يدعم او يساند او يرقي اما دعم او ترقية. كده احنا عملنا على يونت سيكس و يونت سيفن من حيث الفوكابلري. علشان بازن الله تعالى بعد الفاصل حيتم معرض الجرامر بتاعي. تابعونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعنا درس من اهم من دروس الجرامر في اللسانة كلها. بل وفي نوعية عامة بالكامل. اقول لو التانية وطالد. فعشان كده ركز معي جدا. المبني المجهول. يعني ايه مبني المجهول. انا مسر بنقول ببساطة المبني المجهول هو الجملة اللي ما فيهاش فاعل. اللي ما فيهاش فاعل. بالعربي قالت جدا لما منقول علي فتح الباب جملة مبني المعلوم عشان معروف فاعلها اللي هو علي. طيب لو قلت فتح الباب بقى جملة مبني المجهول علشان مجهول فاعلها. اه يبقى معلومة مجهول هتبقى على حسب الفاعل. يبقى فتح الباب مبني المجهول علشان مجهول فاعلها. زي الكلام دوت بالزبط هنستخدمه في الانجلش. هو هو نفس الموضوع. الجملة اللي فيها فاعل هتبقى عارفين اللي ما ان هي اكتف فيس او مبنية للمعلوم. والجملة اللي ما فيهاش فاعل هتبقى ولكن احنا عندنا قاعدة اساسية النهاردة هنستخدمها في كل جمل بلا استثناء بلا استثناء هي ايه قال لي ده قال لي لازم اي جملة في تبقى على حسب زمن الجملة وحنعرف يعني دلوقتي على حسب زمن الجملة والتصريف التالت من الفعل طب تعالوا كده نشوف جملة كمثال وبعد كده نبدأ نشوف الازمين المختلفة معنا لو قال لي الحكومة بتبني كباري جديدة كل عام جملة عادية جدا وشائعة ممكن نستخدمها ممكن نريها كمان في سؤال الترجمة انا عايز استخدم او عايز احاول الجملة دي من اكتف لباسف ليه هي اكتف لان انا عارف الفاعل او the government طب علشان احول اي جملة من اكتف لباسف لازم اعرف او اسأل نفسي تلت اسئلة مين عمل ايه مين عمل ايه هتلاقي نفسك بتقول government builds new branches يبقى على طول اوتوماتيكة لكده هعرف ان المفعول هو new branches يبقى القاعدة بتقول لي او الفورم او ال structure بتاعب باسف اوبجيكت في الابجيكت تانيك اللي مستر اهو new branches جميل الخطوة التانية هي على حسب زمن الجملة على حسب زمن الجملة 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 present وفيها every year فبالنسبالي ام او از او ار ام او از او ار طب مفروض ولا جمع جمع فهتستخدم ار بقى new branches are والتصريف التالت من الفعل build every year يبقى عندي الجملة الجديدة بتقول new branches كبائل جديدة are built every year بتبنى كل عام new branches are built every year في كبائل جديدة بتتبني كل سنة فيها مشكلة طيب احدي بس buy the government ولا لا دي اللي حنكلم فيها حضرتك من وينت في كيجي بتتسئي او بتسأل السؤال ده استخدم buy the government ولا لا واحيانا بيترد عليك ان استخدمه او ما تستخدمهوش النهاردة بقى جي وقت انك تعرف المعلومة كاملة لازم تتحرط دقة في تستخدم buy ولا لقى لاني لها قاعدة موضوع مش كده مزي ما انت كان بيترد عليك حطها او ما تحطهاش لا يا فندم ده لي قاعدة القاعدة بتقولي بقى قال لي بس في عندي two kinds of passive voice عندي نوعين من ال passive passive with agent passive مع ذكر الفاعل و passive without agent و passive مع عدم ذكر الفاعل قال اللي النوع الاولين بيبقى الجملة معناها وهي passive نقصة او الجملة مش معروف مين فاعلها مين فاعلها فبتستخدم buy او buy وال ايه والفاعل النوع التاني اللي هو without agent الجملة بتبقى معناها كامل وكمان بيبقى الفاعل معروف بديهيا يعني ايه معروف بديهيا يعني حضرتك تعرفه بابا يعرفه ماما تعرفه عم عبدالحلاء يعرفه وصديقي في المدرسة عارفه كل الناس عارفه مش مستاهل ان انا اسأل عنه طب تعالوا نشوفوا الجملة الاولانية دي اي نوع من اوال passive تعالوا مع بعض لما اولا المعنى بتاع الجملة كامل معناها وصل لك كباري جديدة بتتبني كل عام اه طبع جملة كاملة في المعنى ثانيا الفاعل معروف بديهيا اه طبعا هو في حد بيبني كباري غير الحكومة يعني حضرتك مسلا لقيت شريعكم النهاردة زحمة كررت بكرة تعمل كبري لا طبعا فالشرطين اتحققوا اولا معنى الجملة كامل ثانيا الفاعل معروف بديهيا مش محتاج افكر هو مين اللي عمل الاكشن يبقى كده الجملة دي without او passive without agent passive مع عدم ذكر الفاعل جبتلكم جملة كمان من عشان نشوف النوع التاني لما يقولي اكتشف امريكا طب تعالوا نشوف كده الجملة دي تتحول ل passive ازاي وهل هي passive with agent ولا without agent امريكا هنا الفاعل فاعل مفعول فهبدأ بامريكا المفعول الجملة past simple discovered فستخدم was aware was مع المفرد were مع الجمع فهنا امريكا مفعول تبقى was discovered طيب تعالوا نفكر فيها بقى زي ما قلنا اولا هنشوف معنى الجملة كامل ولا لا ثانيا هنشوف الفاعل معروف بديهيا ملا امريكا was discovered امريكا اكتشفت حضرتك وصل لك سنسي الجملة كامل لا طبعا لا طبعا امه ليه لازم الجملة افهمها لسه فيها حاجة نقصة ده رقم واحد رقم اتنين هل انت بديهيا عارف مين اللي اكتشف امريكا اه عرفت لما شفت الجملة الاكتف ولكن وهي هل وهي حضرتك بديهيا عارف الفاعل لا طب ايه اللي مفعود يحصل لازم في الجملة دي اقول باي كلامس حبيبي كده فهمنا يعني ايه الموضوع كان مش خالص زي ما انت كان بيترد عليك حط باي او متحطش باي زي ما انت عايز النهاردة بقى معي هدية لحضرتكم جدول هيلخص لكل الازمينة الباسف اللي انت هتتعامل معاها او معظمها بس هيعرفك الطريقة هيعرفك الطريقة لو انا عندي مثلا اولا الجدول ده حفظ 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 او مهمة قوي حضرتك كل اللي انت بحتاجه انك تحدد لي زمن الجملة وانت طبعا ما شاء الله دلوقتي بتبقى او جاهز انك تعرف الازمينة بشكل بسيط جدا لو زمن الجملة اللي معي present sample present sample شكل ال passive هيبقى ازاي قالي شكله هيبقى object we am او is او are will past possible will past possible او تصريف التالت طب لو present continuous نفس الموضوع حبدأ بobject ما فيه هاش تغيير دي وام او is او are we being ليه بهم قلي عشان اميز جملة ال passive بتاعت present continuous عن جملة ال passive بتاعت present sample اوكي يبقى ام او is او are being will past possible طب لو past sample لو past sample موضي وسيط object was aware will past possible past continuous هعمل مع برضو نفس اللي عملته مع present continuous او is or are في ال present في ال past continuous was aware will being will past possible نفس الكلام طيب مع ال present perfect المضارع التام هستخدم has او have been will past possible طب will past perfect هنستخدم في الموضي التام ال object had been will past possible any problem ده الشكل الاساسي بتاع ال passive المبني المجهول تعالوا بقى نشوف مع بعض some different structures بعض التركيبات المختلفة لل passive استنونا. ومعانا دلوقتي structures او انواع تانية من passive voice يعني من المبني المجهول كمل بتبقى لها شكل او طباع خاصة. زي مثلا الفنجر الاول اي بيقول لي i want you to tell me the truth. هنا want be بعضي تو. طب الافعال اللي بالشكل ده هتعامل معها ازاي. قال له هنستخدم to be and past possible. to be والتصريف التالت. يعني الجملة دي مسلا i want you to tell me the truth. هتبقى i want to be. ايوة. to be told the truth. او انا اريد اني يتقلل حية. اريد ان اخبر او يتقلل الحية. i hate people telling me lies. هنا hate من الافعال به بعدها بلس ing. بلس ing. فهنتعامل معها زي؟ هنقول i hate people telling me the lies او او i hate being. ايبقى هنقول كده i hate انا برضو بكره. بس هنا انا المفعول يبقى i hate being. التصريف التالت. i hate being told. انا بكره كوني او told lies. يعني i hate being told lies. انا بكره يتقال لي الكزم. طب في نوعتين. i don't like people cheating me. او to cheat me. انا بيجي بعدها تو المصدر او فير بلس ing. طب هنتعامل معها زي؟ مرة هنستخدم to be والتصريف التالت ومرة او التصريف التالت. تعالوا نشوف. i don't like people cheating me. حتبقى i don't like being cheated. انا لا احب كوني مغشوش او مخضوع. طيب لو اقولنا i don't like people to cheat me. حتبقى i don't like to be cheated. to be cheated. انا بكره اني ابقى مخضوع. اني problem؟ طيب عندي نوع تاني من passive او لنبني المجهول structure جديد. زي people say that women live longer. الناس بيقولوا ان الستات بيعيشوا اكتر. طبعا بيحرقوا دم الرجالة وهما ليعيشوا. جميل. خلينا في الجملة عشان اه بنكلم كلام سليم. people say that people say that women live longer. الناس بتقول ان النساء بتعيش اطول. طب الجملة دي علشان احولها من active ل passive عندي طريقتين. اما احول دي لل passive. اللي هي people say او احول women live longer. هي دي لل passive. طب انا النهاردة عايز اشتغل على الاتنين. لو انا اخترت الشغل على الجملة الاولى people say. هنقول كده المفعول هنجيوه من عندي اللي هو it. و verb to be الجملة present. جملة مضارع. يبقى it مع verb to be في المضارع هتاخد is. والتصريف الثالث من الفعل ده. بس خلي بالك. هنا هنا people say. ممكن يبقى people think. ممكن يبقى people deny. ممكن يبقى people believe. يبقى الفعل ده مش ثابت say. لا ممكن يتغير على حسب معنى الجملة. يبقى it is. والتصريف الثالث يبقى it is said. لو هنا people believe كانت تبقى it's believed. لو people think هتبقى it's thought. اوكي? يبقى it's said that وهنكمل الجملة زي ما هي. it's said that women live longer. طب لو انا اخترت بقى اشتغل على الجزء التاني. هستخدم women الاول. وبعد كده هي المفعول. verb to be will pass to personal. verb to be والتصريف الثالث للفعل. women. women الجملة present. و women جامعة هي بقى نستخدم am ولا يزو الله are. برافو. سامعة بتقول لي are. يبقى women are. ها. التصريف الثالث من الفعل الاساسي بتاعنا. said to live longer. يبقى women are said to live longer. الستاء النساء او الستات يقال عنهم ان هما بيعيشوا اطول. طب ده لو في البرزنت. لو انا عندي جملة زي يا بس في الباست. people think that he stole the money. هستخدم نفس الطريقة. هستغل على people think مرة. وهشتغل على he stole the money مرة تانية. طب تعالوا نشوف المرة اللونية. قلنا people think المفعول هجوم من عندي يبقى it. زمن الجملة present يبقى it is. والتصريف الثالث من الفعل ده. thought. يبقى يعتقد انه. يعتقد انه. والجملة التانية that. he stole the money. ما فيهاش اي مشكلة. طب. في الجزء التاني او في الطريقة التانية اللي هنشتغل هنا على المفعول التاني هنا الموضوع هيختلف. هيختلف في ايه? تعالوا نشوف. هنبدأ بالمفعول هو he is thought. he is ايه? thought. هو يعتقد. بس هنا مش هنقول tool مصدر. هنقول to have. والتصريف الثالث من الفعل. وكده. he is thought to have stolen the money. steal stole stolen. stolen the money. يبقى لما قولك. اني people think that he stole the money. اعضر قولها it's a thought that he stole the money. او he is thought to have stolen the money. a problem? في مشكلة في الكلام دوة. اي تنك ان كده معظم افكار ال ogni انت محتاجها في يونات سيكس سيفن تقريبا. غطناها. حضرتك مطلوب منك انك تراجع الكلام ده كويس جدا. مرة واتنينه وتلاته. هتشوف الكلام دوت على التلفزيون. على برنامجنا اوائل مصر. ويا رب essa الله كلكم تكونوا اوائل مصر. معينا كمان بعد التلفزيون هتلاقي القناة بتاعتنا على يوتيوب طاهر منصور عرضالك نفس الفيديو علشان تشوفه مرة واثنين وثلاثة وتبعته لأصدقائك عشان الجميع يستفيد ونفع الله بكم نتقابل ان شاء الله في فيديوز تانية كان معاكم طاهر منصور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو انت طالب سنوية وبتواجه صعبه في نظام التابلت ومش عارف تذاكر ولو انت مدرس وعايز تدرب طلبتك على نظام التابلت او لو عندك سنتر تعليمي وشغلك كل واقف بسبب النظام الجديد دلوقتي منصة جولهيرن حلت المشاكل دي كلها